تعالوا كده نتكلم على تحديات الموسم الجديد بالنسبة للأهل قبل ما اتكلم في الحتة دي وعلى البطولات اللي مقبل عليها النادي الأهل في العام الجديد بقى بالتحديد مش الموسم اللي موسم بتده خلاص احنا في عام جديد عشرين اتنين وعشرين فقبل ما اتكلم عن الجزئية دي عايز علق بس على تجديد علي معلول مع القلعة الحمراء لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبكف عقده فهو مكمل مع الاهل اللي عشرين اربعة وعشرين بإذن الله تعالى يبقى ثلاث سنين جايين لعلي بنفس التقلق وبنفس الأداء وبنفس القيمة بتاعته المهمة جدا كمفتاح من المفاتيح الرئاسية والأساسية والهمة في تشكيلة النادي الأهل واسلوب لعبه على مدار من ساعة كنا جاي في 2016 الرجل بصراحة من أحسن صفقات اللي أبرمها النادي الأهل في تاريخه لكن إيه اللي حصل كان دايما الناس تطلع تقولك علي معلول ماشي وجاي له عرض مش عارف من الدحيل وعرض جاي له مش عارف من الإمارات فين والرجل عايز فلوس قد كده وفيه خلاف ما بينه وما بين النادي الأهلي وهو طالب مبلغ معين والأهلي بيتكلم بعيد خلص وحاجات من هذا القبيل يعني وإحنا طلعنا وأكدنا على حضراتكم وقلنا أن علي معلول بإذن الله موجود مع النادي الأهلي موضوع موضوع وقت بس ويتم الأعلان بشكل رسمي عن تقديد علي معلول مع الفريق يعني وده اللي حصل ودايما بيعجبني أسلوب النادي الأهلي في الإعلان عن سواء صفقاته أو تجديداته لعقد بعض اللاعبين أو الأجهزة الفانية وكلام من ده هو سيستم في النادي يعني أنتوا جماهير خلاص قضرة بكتير جدا من أي حد يعني جمهور النادي الأهلي تحديد هو في السيستم موجود في النادي أنت السيستم ده بيمشي لوحده ممكن تشيل ترس تحط ترس تاني المكانة تبقى شغالة زي ما هي يعني هو النادي الأهلي كده فالسيستم طبق بشكل كويس قوي من خلال إدارة التعقدات في النادي ومن خلال طبعا التشاور مع لجنة تخطيط للقرة شراف الكابتن محمود الخطيب على القرة كل هذه الأمور المدير الفني رغباته طلباته لما تيجي تتكلم على علي معلول فده قيومة كبيرة جدا مش محتاجة تشاور رغم أكيد تشاور بموجود لعوامل كتير جدا ده أمر بشكل طبيعي وتم الإعلام في النهاية عن تكديد علي معلول فأنت أقرب لعيب عندك عقده ينتهي تقريبا هو في عشرين وعشرين يعني لم تخلني ذاكرة على أقل تقديرها في عشرين فلسه أكتر لعيب أو أقرب لعيب ممكن عقده ينتهي يكون في عشرين وعشرين أخرها يعني بقية السنة دي وبقية السنة الجاية يعني سنتين فده شيء مهم جدا وشغل كويس جدا يقوم بالمسؤولين في النادي الأهلي في الحقيقة فهو علي معلول في الحقيقة مكسب كبير جدا بالنسبة للفريق طبعا كأفضل ظاهير أيصر في أفريقيا بدون مبالغة وبشهادة الجميع ترجمة نانسي قنقر